هذا المجال يهم الكتلة أن تؤكد على ما يلي واحد تمسكها بإجراء الانتخابات في بوعدها من دون تعديل أو تأخير يساهم في تمديد عمر الأزمة وزيادة سيطرة القوى المسلحة غير الشرعية وعلى المصير اللبناني الوطني وترفض الكتلة رفداً قاطعاً ما يسمى اقتراح اللقاء الارتودقسي لقانون الانتخاب لأنه يحض على التطرف والانغلاق ويحول لبنان من وطن لشعب واحد إلى أرض تسكنها عشائر مذهبية ويسود فيها صراع المذاهب والطوائف بدلاً أن يكون رمزاً للاعتدال ورسالة للعيش الواحد والمشترك في العالم العربي والعالم إن الكتلة ترى أن اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية بالتوازي مع ازدياد سطوة السلاح المنظم غير الشرعي في مناطق نفوز معروفة وتحديداً في مناطق نفوز حزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية غير مجد إذ أن اعتماد هذا المبدأ في ظل الحالة الراهنة لا يحقق الغرض الذي يفترض أن يحققه النظام النسبي والذي يتيح اعتماده تمثيل الأقالية فالواقع المعيوش والممارسات التي يتبعها الحزب في الإطباق على الحياة السياسية تمنع المعارضة الديمقراطية والسلمية في مناطق تواجد حزب الله من الوصول إلى البرلمان ثلاثي إن الكتلة المعتجديدها على أهمية النقاش النيبي لتطوير أفكار ومشاريع تختص بقوانين الانتخاب تعلن بوضوح انسجام مع موقفها ومقررات تحالف مع قوى 14 إدار في 30 تشرين الأول الماضي مقاطعتها أي اجتماع أو نشاط نيبي أو سياسي تشارك فيها هذه الحكومة التي يسيطر عليها حزب الله والتي يجب أن تخلي الساحة لحكومة إنقاذية تجنب البلاد المزيد من التوتر في هذه المرحلة هذه الحكومة التي تسببت بوجودها وبأداء وزرائها بتفاكم المشكلات التي تواجهها البلاد أكان ذلك على مستوى قانون الانتخاب أو على المستوى الاقتصادي والمعيشي حيث الزياد العجز وتراجع النمو وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين أو على مستوى تأجيج الاحتقان السياسي والتدهور الأمني بسبب تفشي سياسة توسع نفو السلاح الخارج عن الشرعية وحمايته للخارجين عن القانون أربعة استعرضت الكتلة أفكار المبادرة الشاملة التي سيعلن عنها الرئيس سعد الحريري مساء الخميس المقبل وهي مبادرة تعبر عن قناعات تيار المستقبل وما يلتزم به ويهدف إليه من معالجة الهواجس وتعميق الطمأنينة لدى كل المواطنين والشركاء في الوطن وبما يؤكد على تعزيز الأتدال ومحاربة كل أنواع التطرف كما إنها مبادرة تتصل بالشأن الوطني العام وتهدف لإيجاد مخارج للأزمة الراهنة على مستوى قانون الانتخاب لجهة إصلاح مستويات صحة وعدالة التمثيل وتحقيق المناصفة الوطنية والفعلية وبما يحافظ على حرية الاختيار وتعميق الشراكة والعيش المشترك بين اللبنانية جميعاً وبما ينسجم مع الدستور والنفاق الوطني الذي ارتضاه اللبنانيون في الطائف ويساهم في نبز ومواجهة كل أنواع التطرف وفي هذا المجال تؤكد الكتلة في الوقت عينه انفتاحها على نقاش مختلف الأفكار لقانون الانتخاب التي تسهم في تعزيز المرتكزات والمنطلقات التي تشير إليها وذلك تحت سقف الطائف واحترام الدستور ومن ثاق العيش الوطني الواحد ثانياً توقفت الكتلة أمام وقائع وأرقام النهب المقلقة التي كشف عنها عضو الكتلة النائب الدكتور غازي يوسف والتي تكشف عن ارتكابات فادحة وفاضحة في قطاع الاتصالات لا يمكن السكوت عنها أو تغطية أرقامها فبالإضافة إلى الارتكابات في موضوع تلزيمات المخالفة للقواعد القانونية الواجب اعتمادها في عمليات التلزيم فإن مجموع الانفاق التجري والاستثماري المخالف للقواعد القانونية المعتمدة للانفاق قد بلغ سقوفاً عالية جداً وحيث يتبين أن ما يزيد عن نصف مليار دولار قد تفرد في انفاقها وزير الاتصالات خلال عام 2012 على هواه وحسب مشيئة طياره من دون رقيب أو حسيب إن الكتلة التي سبق أن حزرت من هذه الارتكابات تحمل الحكومة والقوى السياسية التي تتشكل منها مسؤولية هذا الحجم من النهب المنظم للمال العام والمخالفات الفاضحة للقوانين المعتمدة ولسيما قانون المحاسبة العمومية وكل ذلك يجري في ظل سكوت مطبق وموافقة وتغطية منظمة من حزب الله وأعوانه وشركائه وفي هذا المجال تناشد الكتلة فخامة رئيس الجمهورية وتطالب رئيس مجلس وزراء بالمبادرة إلى وضع حد لهذه التمادي المخيف الصارقة والتعدي على المال العام ثالثاً تعتبر الكتلة إن الوقاع الجرمية المثيرة إلى التي شهدها سجن رومي مسألة مرفوضة ومستنكرة وهي تحمل الحكومة كامل المسؤولية وتطالبها في الإسراء في إنجاز إصلاح وترتيب أوضاع سجن رومي وباقي السجون والبدء بمحاكمة الموقفين وأنزال العقاب بالمتجاوزين فلا يجوز أن تتفشى وتتمدد ظاهرة السلاح السلاح الغير شرعي التي يمارسها حزب الله خارج السجن إلى ممارسات مماثلة داخله وأن تنتقل عدوى سطوة السلاح وسلطة الأمر الواقع إلى داخل السجون انتهى البيان